نجد التحية لكم ونرحب بضيفي النائبين وعضوي كتلة التنمية والإصلاح الدكتور جمعال حربش حياك الله عبدالله وفلاح الصواغ حياك الله وسعود نبدأ من عندك وسعود لأن أنت حضرت الندوة التي تحدث فيها عبيد الوسمي وأعلن دكتور عبيد الوسمي فيها الاستجواب كان الجو والنفس العام ذاك الوقت في اتجاه الاستجواب وتأييد الاستجواب أنت وقفت وأعلنت عدم اتفاقك مع دكتور عبيد الوسمي ليش عارض استجواب عبيد الوسمي بداية المساكم الله بالخير جميع أن أمسل المشاهد الكريم وأشكركم على الدعوة المفاجئة هذه ويشرف أن أكون مع زميلي وصديقي دكتور جمعال حربش ومع كذلك الأخ بوسلمان أنا حقيقة حضرت الندوة بدعوة من الأخ ماجد موسى دعانا كنواب بورقة موزعة على النواب الأغلبية البرلمانية بدوان الدلال حضرنا لندوة ازدواجية تطبيق القانون ولما حضرت كان فيه هناك حديث عن هذه القضية وكان هناك مناشدات لسمو الأمير بأن يطلق صراح أبناء قبيل التمطير خاصة وأنهم فيهم من هو طالب في الجامعة وفيهم من هو موظف وطريقة تلقاء القبض عليهم طريقة غير مقبولة واستمر النواب بالحديث بهذا السياق حتى وصل دور الأخ الدكتور عبد الوسمي فأعلن استجوابه وأخذ حقيقة منحة ثاني بأن الاستجواب جاهز وأن الاستجواب يفترض الآن أن يتم التوقيع عليه في هذه الليلة وأدعو النواب الحاضرين جميعا بالتوقيع عليه أو الحضور قدم في مجلس الأمة الساعة التاسعة أو النصف للتوقيع على الاستجواب وتعجبت من الأمر لأننا كنا في ديوان الأخ الدلال وكنا نناقش الأولويات التي سنقدمها في دور العقاد الحالي وكنا متفقين وكان الدكتور عبد الوسمي معنا وما جاب طاري الاستجواب وبعض الأخوة قال أننا لا نقدم استجوابات في هذه المرحلة ومتفقين على الأولويات وشكلنا لجنة تنسيقية رأسها دكتور جمعان الحرب بأن تنسق في الأولويات حضرنا الندوة لتوصيل رسالة أو إيصال رسالة للحكومة بأن ما يتم من إجراءات فيها ازدواجية تطبيق القانون لم تحصل مع من اقتحم قناة سكوب لم تحصل حتى مع من دخل مجلس الأمة وقنوات أخرى وبسعود لو ترجع بالذاكرة ترجعوا يا إبو عبدالله بالذاكرة في قنوات الرأي تمت الاعتداء عليها أيضا ما أحد اعتقل تريد القبس يوميا القبس السياسة لا سياسة يمكن تم القبض عليهم أعتقد بس أعتقد مو بهالطريقة يعني أنت لما يعني تجي حتى صار القبض على الهوية على الهوية وفي تفتيش لذلك أنت ذهبت إلى هناك مؤيدا ومعلنا تأييدك يعني الرفض رفض الزواجية بتطبيق القانون الزواجية بتطبيق القانون ومناشدة كان هناك مناشدات لولي أمر وكان هناك تحرك من قبل الدكتور فيصل المسلم وكذلك إحنا حضرنا عند سمو رئيس الوزراء وطبعنا بأن يكون هذا الأمر يعني في تطبيق القانون بشكل صحيح أو ناشدنا سمو الأمير بأن يتم إفراج عن هؤلاء الشباب قبل فبراير بتعهد رئيس الوزراء من قبلنا أنا ودكتور فيصل المسلم وقبلنا دكتور جمعان حربش والدلال عبدالله برقش وكثير من الأخوة يعني كنا مرتبين الأمر وكان اللقاء الأخير اليوم الصبح الدكتور فيصل المسلم مع سمو الأمير لحفظ هذه الغضية لأن فيها تجاوزات وعدم يعني مساواة بتطبيق القانون لذلك ترى بعد كل هذا أن عبد الوسمي فاجأ فاجأنا دكتور عبد الوسمي فكان بعده بالحديث الأخ محمد هايف واضطر لأن أمام أبناء قبيلته وأمام يعني نفس عام نفس عام يعني أيد الاستجواب بتحفظ وكذلك الأخ محمد مسلم البراك وقال مسلم البراك أنا بجي اليوم أشوف الاستجواب أنا قلت أنا الحقيقة يعني أستغرب من دكتور عبيد يعني يفاجئ أخواني في الأغلبية البرلمانية بهذا الاستجواب اللي أصلا هو معد ولم يبلغ عنها الأغلبية البرلمانية العصر في دوان الدلال وهذا الاستجواب مفاجئ جدا وأنا أرفض هذا الاستجواب وإحنا يعني سبق وأن وقفنا ليش لأنه يخلق الأولويات يعني يبعد التهديئ اللي إحنا اتفقنا عليها والتعاون اللي إحنا اتفقنا عليه والنفس الجديد والنهج الجديد اللي إحنا اتفقنا عليه وكان اتفاق بين الأخوة جميعا بأن يكون المرحلة القادمة مرحلة التنمية وإصلاح تطبيق القانون بشكل صحيح وكنا نحاول أن ننهيها العهد الماضي منها ضمن العهد هو دخول بنات الوطن وكان هناك حديث مع الشيخ خليفة العذبي بأن تم التنازع عن هذه القضية والترتيب مؤين يأتينا الأخوة وافق الشيخ خليفة تغريبا يعطوني فرصة وإن شاء الله راح يوافق الأيام القادمة خليفاجئنا الدكتور عبيد باستجواب ليس لذلك رأيت أن خلط أو لخبط الأوراق خلط الأوراق فرفضت هذا الأمر جميل دكتور جمعان بما أنك منسق اللجنة أول شي حدثنا عن اللجنة عشان الناس يكونوا على الطلاع على اللجنة أعضائها ومهامها ومن ثم حدثنا لماذا اعترضت هل هي فزعة سياسية لزميلك في الكتلة فلح الصواق أم لقناعة تامة في رفض هذا الاستجواب بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك بوسلمان وقناة اليوم اللي خضت معنا صراع مهم في خلال المرحلة السابقة وكنتم يعني دوركم يفوق دورنا يعني في فترة كثيرة الله ونعم أخوة خويناكم أخوة طيبة ما يبيضون كتلة الأغلبية النيابية اللي تتجاوز الخمس وثلاثين يمكن تزيد واحد تنقص واحد في المستقبل هي سابقة في تاريخ البرلمانات الكويتية لأن البرلمان برلمان هاجين الحكومة فيها 16 وزيري صوت معك الكويتين باثنين اثنين أقاموا ملحمة وطنية امتدت من الجهرى للأحمدي مرورا بالدائرة الثانية والثالثة والأولى وكل محاولات التقسيم والتفتيت سقطت أمام موجود اليوم أغلبية أغلبية تشريع ورقابة يعني قبل تذكر كنا نوصل 18 19 إذا نطقينا ووصلنا 22 هذا إذا في أغلى سعر للصرف اليوم لا اليوم في 34 يعني ما توجيهم الحكومة ولا المصالح ولا أجندات إلى اليوم فقمنا مبادرة قلنا خلونا دام اليوم إحنا عندنا هالأغلبية هذي خلونا نستخدم سلاح المهندسين بدل من سلاح المدفعية السابق النقلية نضرب بهالحكومة المتورطة في تفتيت البلد إذا بدأ تداعوا الإخوان ولقيت أنا يعني الحقيقة أمور مبشرة جدا لقيت نوعيات من النواب الجدد راح تثبت الأيام مع دنهم عقل وفهم وإخلاص وما يبي الواجهة وهو يجي يتكلم ويطرح رأيه ويقول خلو غيري في المقدمة خلو غيري راح تعل مصلحة العامة يعني الحقيقة في نوعيات الله يبارك فيهم الأخ أمار العجمي الأخ بدر الداهوم الأخ عدل الدمخي الأخ وسامة من ناور وغيرهم كثير وسامة الشاهين نوعيات ولكل أجمع البعض ممكن يطلع من الانتخابات فايز يقول خلني أصير مسلم البراك اليوم هذا لا 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 هذا الشعور مو موجود عند الأغلبية العظمى يا جماع احنا نجحنا واحد لقد رداهم قال احنا نجحنا على حسكم حس المعارضة القوي ووصلنا تعبير جميل اينا فاليوم خلونا خلونا نسوي شي يريح كل المجالس الجاية خلنغير تركيبة اللعبة السياسية بتشريعات نملك اليوم نقرها رغم أنف أي حكومة قبل حتى ما تشكل الحكومة فصار تجمع الخمسة وثلاثين وأعلننا موقفنا من الرئاسة ومن نائب الرئيس السؤال من يحددهم قبل أن نوصل للرئاسة من الذي يحدد الخمسة وثلاثين يعني كل واحد يطرح رأي معين منكم يقول له والله فلان حنا نضمه ولا هم اللي يتداعوا شلون تشكلتم يعني واضح أن الدائرة الرابعة والخامسة سوت تنظيف كامل نعم زين والله فيه ويبة يعني عندهم عندهم الخامسة الخامسة موركم زين ابن جامع نزال الله خير وربعة طلعوا لنا أربعة اليوم احنا شايفينهم صفنا ابو سعود قاد تغيره ويا الأخ خالد الطاحوس وغيره الزبدة تداعينا وترى الأيام تفلتر صحيح فجينا على موضوع الرئاسة نسقنا ورتبنا تم نجاح باهر جدا جينا على موضوع مكتب المجلس وتم نجاح ونذكر دور الأخ عمار في إدارة توزيع الأصوات صارت بعض عندنا ما عنده خبرة ما عنده خبرة بس الرجل واعد الله يبارك فيه بعدين قعدنا قلنا يا جماعة الكويتين اليوم بعد نتائج فرحة الكويتين في الانتخابات المجلس رئاسة المجلس فرحة غير مسبوقة احنا شفنا ناس بيتشت في المجلس من الجمهور وراهنوا على هالكتلة أصبح أكبر مطلب اليوم أن نحافظ على هالأغلبية لإنجاز إصلاحات جذرية في خصومات في لعبة قذرة مارستها السلطة في نوعيات استفزازية في الحكومة في وزير كان يخون المعارضة وأصبح وزير هذا كله نعرفه شيخ جابر المبارك جزء من حكومات السلطة هذا كله نعرفه لكن استخدام سلاح المهندسين اليوم يقول لك حط أجندة تشريعية تغير اللعبة السياسية وتريح الكويت بدل ما ترجع لك الطحالم اللي اسقطت وبعدين وبعدين نقيم كلنا نقعد ونقيم مدى تعاون سمو رئيس الوزراء لكن بعد ستة شهر سبعة شهر إذا استمر العبث في النسيج الوطني استمرت الأدوات اللي أقوى من الحكومات مستمرة وهارد إحنا كلنا نقعد ونطلع بيان نقول يا سمو الرئيس نطالبك بالاستقالة لأنك كنت فشلت بس مو من أول يوم لأنه من أول يوم من سقط الرموز اللي اسقطت الأقطاب اللي اسقطت لهم فلول إلى الآن موجودة هذا اللي بنردوك المربع الأول بسرعة أنا أقول له وخل له الكويت الآن يسمعونني موضوع حل مجلس الأمة متخمر في أذهان اليوم هذه الأقطاب وتريدها بأسرع وقت ممكن فقط تريد من يمنح الفرصة لذلك نعم في قضايا استفزازية صارت في انتقائية في ازدواجية في تطبيق القانون اللي يشتم الناس يفتن الناس ما حد يقرب له بحماية الداخلية كلنا نعرفه القنوات اللي العبت في البلد ما زالت موجودة التشكيلة في تحفظ صارخ على بعض الأسماء لكن أنا أقول لحنا اليوم انديه معركة ودارة المعركة مرات اليوم تتوقف حتى تحقق انتصار 100% بعد 6 شهور هذا الشعور الموجود عند كل الأخوان بعدين قررنا نسوي لجنة تنسيقية قلنا كل كتلة تطلع واحد والمستقلين طلعوا ثلاثة حتى نعطيهم دورهم لما قعدنا الأخوان رشحوني كمنسق لهذا دور العقاد هذا والأخ عمر العجمي أمين سر دور العقاد الجاي كم واحد أنتوا؟ هنا سبعة دور العقاد الجاي السبعة يتغيرون ومنسق جديد من كتلة ثانية ومن حركة ثانية أو من المستقلين وهكذا جدولنا فيه ما يقارب العشرين مشروع بقانون في الأصلاح الجذري أعطي أهمها دكتور خلي الناس يعرفون إيش اللي تبقتوا عليه قوانين الذمة المالية مكافحة الفساد ذمة مالية منع تعرض مصالح حماية المبلغ إن شائحة مكافحة الفساد هذا إن شاء الله بإذن الله اللجنة ستسوي جدولة بالأيام وتعرضها للأخوان الوجبة الثانية صلاح النظام الانتخابي تصويت العسكريين سن الثمنتعة تصويت حسب البطاقة تصويت بالسفارات مع بعض المشاريع التنموية ما لكم نية تروحنا للدائرة الواحدة لا موجودة موجودة بس قاعدت اليوم أنت شاور ما تبلورت فكرتها كامل في الشكل وطريقة التصويت بس على الأجندة نعم موجودة حتى قانون هيئات سياسية خلي عرف المشاهد الكلمة هذه المهمة جدا لأنه يرى بأن التفتت اللي حاصل في البلد الآن بسبب تقسيم الحالي إذن كتلة الأغلبية الآن تسعى إلى طرح موضوع الدائرة الواحدة في الانتخابات كما يقول منسق اللجنة دكتور جماعة الحربش الجامعة التطبيقية تحويل الطربة الدارسين الخارج على حسابهم الخاص بعدها راح تجي الحقوق التأمينية التقاعد المبكر للمرأة الاستعانة بالمتقاعد مكافأة ربة البيت تأمين ضد البطالة المدن الطبية قانون المناصب القيادية بعدها عندنا قضايا رقابية نحن قاعدين نحاول أنت تحطين هذه بالأيام 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 بس أنا ما أقدر أقولها لأن نعرضها كلجنة على التجمع القادم عند الأخ صيفي الصيفي وذا اعتمدناها هذا اللي انتو اخترتوه كلجنة منسقة كلجنة منسقة هذا المواضيع اللي اخترتوها ترتب كألوي ها طبعا عند الأخ محمد دلال كل عرض القوانين جت الآن عند اللجنة المنسقة وقاعدين نراجعهم ونوجد ولهم وبعدين نصوت عليهم في الاجتماع الأغلبية القادمة تم اعتمادهم راح ديوان المحاسبة الرقابة المصروفات الخاصة لحال النيابة القانون الحقول الاجتماعية والمدنية البدون وتنظيم حق البدون وحتى انصافهم في التجنيس يجب ان تكونوا في القوانين بعدها عندنا هيئة الاتصالات بدل عدث شركات الاتصال الموجود مخاصمة القضاء اليوم ننتكلم عن مخاصمة القضاء مو بس استقلالية القضاء خلنكون واضحين احنا رايحين به الاتجاه هذا توحيد الدعوة العمومية الحاق التحقيقات في النيابة الحاق الأدلة الجنائية في السلطة القضائية بشكل من الاشكال بعدين بعض الاخوان طرحوا قضية تسقاط فوائد القروض هذه وجبة كبيرة ومهمة وجذرية اليوم احنا باذن الله رايحين باتجاهها خلال دور العقاد هذا دور العقاد هذا لن يطرق رئيس مجلس الأمة المطرقة في 31-6 ويقول يلا مشاو الرئيس لديه نفس في العمل غير مسبوق حتى احنا تعبنا رايطي العافية وابد العزيز راح تكون في جلسة اضافية بعد 31-6 لا لا من الان من الان بدأ الاسبوع كل اسبوع ترك جلستين راح تصير ثلاث جلسات استكمال لهذه القوانين اللجان اغلب اللجان راح تكون يعني حددت وتوقت على اليوم ثلاثة اربعة خميس ثلاثة اربعة خميس باذن الله يعني هذا التوجه كل اسبوعين وراح تمدون في الفترة الصيفية بعد 31-6 احنا ما راح ما راح يرفع دور العقاد هذه رغبتنا وتوقع حتى الرئيس معنا بنفس التوجه الى ان تقر هذه القوانين اهني عاد دور الاخر جميل ماذا عن مادة وجوب حضور الحكومة للجلسات اشتراط حضور الحكومة للجلسات تناقشته هذا طرح لكن ما طرح كقانون لان ما هو الاولوية ما ترون الاولوية لا هو اولوية بس الى الان ما تتحكم فيه كقانون لان فيه تفسير دستوري خاطئ تستخدم الحكومة ايضا قبل ان انتقل لفلح صواق عشان بكر نفس السؤال يعني انتم الان الموالون للحكومة يعني اصبحتم كتلة موالا هل هل هذه صحيح التسمية ان كتلة الاغلبية اصبحت الان كتلة موالا لا طبعا احنا اليوم كاغلبية نبين ننجز عندنا جدول مهم نبين نخلصه في التشريعات وقد يأتي يوم الايام تطرح قضية رقابة مستحقة في وقت صحيح نروح باتجاهها لكن احنا ما عمرنا كنا مع او ضد حتى لما كانت الحكومات السابقة تحسن كنا نقول زاك ما الله خير تذكر قانون المعاقين شلون تعاوننا باقصى درجة ولا نفذ شيء منها ابدا ما نفذت السلطة التنفيذية ما عندنا عقدة اننا اليوم تكون معا اصلا الحكومة طقوها اربابها واصحابها وبعض اقطابها وبعض الشيخ قاعدين يطقون الحكومة احنا ما قضيتنا الحكومة احنا قضيتنا البلد والاخ عبيد الوسمي القضايا اللي يطرحها في الاستجواب قضايا خطيرة والان زاها الله خير قال خلص انا دام سمعت رأيكم انا واحد منكم وفيكم انا بعطيكم الاستجواب يطرح عليكم الاخ مسلمة براك في اللجنة تنسي خلونا نعالج قضايا وارد انا مثل ما قلت بعد ستة شهور بعد خمسة شهور اذا مشت تشريعاتنا وشفنا الحكومة ما زالت تعبث في البلد يكون لنا موقف اخر مثل ما انذكرت مثال حلو احنا ماشيين الان في اغلبية هناك من يريد ان يعيدنا للمربع الاول استجوابات نطلع من الوقف مع الاستجوابات واضحة يمكن هذا اللي خلاهي تراجع اعتقد ان هذا احد اهم الاسباب هذا اللي بس لك عنه ابو سعود سبب تراجع او شون طريقة الاقناعة شون اقناعة الدكتور عبيد واسمي بس خليني بس اذكر نقطة واحدة بحق الاخوان في الندوة بالامس انا يعني اشكر هذه القبيلة تقصر قبيلة تمطير نعم قبيلة تمطير على يعني حقيقة رقيها بان اسمحوا لي اتكلم باللي في خاطر مع العلم اني انا قبل لا اتكلم اعلم جيدا بانهم في في سخونة جدا على ابنائهم وعلى يعني ظروف لهم فيها لكن انا قلت رايي لمصلحة البلد ولمصلحة الابناء اللي الان هوا في السجن ولمصلحة الاصراح في البلد لذلك انا لما اتعرض نهائيا لأي كلمة ليه كلمة وحدة بل قبل رأسي اكثر من مئة مرة من ابناء قبيلة تمطير فكل الشكر والتقدير لهم على هذا التقدير ويعلم الله ان انا احبها القبيلة ويحبها البلد لذلك قلت اللي في بالي واليوم حقق الأمر اللي احنا نصب إليه واشكر شلون وافق ما ننسى سؤالنا شلون وافق الدكتور او شلون قدرت تتقنعون عبيد حضر لمجلس الأمة حضر معه الأخوان الثلاث اللي تفقوا معاه على أن يسايرون بهذا الاتجاه تلبية الرغبته الأخ مسلم البراك والأخ مبارك الوعلان والأخ محمد هايف اجتمعوا مع بعض فقدموا مصلحة البلد على أن نكون نحن مؤزمين لا تكلموني بدبلوماسية وبسود اجتمعتوا مع عبيد الوسمي في غرفة هذا الكلامي واضح اجتمعوا معاه بمكتب عبيد ثم انتقلوا إلى لجنة الأموال العامة وتم الاتفاق على تعجيل الاستجواب وتحويل الاستجواب للأخوان باللجنة التسريقية ودراسة الاستجواب ومحاور الاستجواب وعرضها على الحكومة ومطالبة الحكومة بعدم ازدواجية القانون مطالبة الحكومة بحل والنظر إلى هذه المحاور واذا لم تستجيب الحكومة فنحن نواب اصلاح ومن حقنا استخدام الاستجواب بأي وقت نشأ هذا الامر واضح اما بالنسبة للكتلة فهي كتلة اصلاح وتنمية فهل يعقل ان ينضم إلى استجواب عبيد من يضرب القبائل ويشتم القبائل سنين طويلة ويتهمهم بالازدواجية ويتهمهم بانهم هم الفوضويين ومن سماهم بالدستوريين الجدد شتم هل يعقل ان يؤيد استجواب عبيد بهذه الطريقة وهم اصلا لم يطلعوا على المحاور هل يعقل ان يكون هناك نائب ناضج يؤيد استجواب وهو لا يعرف ما هي المحاور للإستجواب هذا ضرب الأغلبية البرلمانية فلكن كل الشكر كل الشكر والتقدير للكتور عبيد بأن تراجعنا هذا الاستجواب وهو يملك الشجاعة وهو يملك الشجاعة وانا اكبر في ذلك ونضم الآن مع أخوانا يتعاون معاهم بدراسة هذه المحاول سنجد ان شاء الله حل جميلة دكتور جمعان دكتور عبيد قال ان الاستجواب لا يزال قائمة كتلة الأغلبية كتلتكم قالت ان تأجل الاستجواب مثل المرة قال ماكو استجواب حطونا بالصورة شالي صار على الاستجواب طبعا يعني بعد موقف الأخفلح الصواغ كان موقف يعني شجاع ويبي فيه المصلحة انا بقول لمن يشاهدنا الآن ترى كل الأخوان المحتجزين هم أخواننا وعيالنا وتحركنا قبل اسبوعين من بعد النتائج لهالقضية هذه قابلنا الشيخ جابر المبارك كان قابلتان ومحمد لخ محمد هايف عبدالله برش ابو سعود ويأخفيصل المسلم أيضا قابلوا جابر المبارك لخفيصل المسلم للأمانة والتاريخ من بعد انتخاباته هو مهموم وكان يقول لنا شايل همهم اش راح يصير فيهم وقابل سمو الأمير اليوم لا وانا اقول اكثر لخفيصل المسلم راح للشيخ خليفة وما يسويها فيصل ما طق باب شيخ انا عرف فيصل حتى في القضايا اللي عليه كان يرفض اي وساطة راح وطلب طلبه ان تسحب القضية عن هالشباب هذين والسلطة انا عيدها الكلام كانت تستفز الناس تشتم الناس وتحمي من يستفزهم واذا صارت ردة الفعل تطبقوا القانون لذلك كانت تمنى اليوم انا من هذه القناة اناشد ابو الجميع وابو السلطات سمو الأمير ان تكون له مبادرة تطوي هذه الصفحة في قضية المجلس في الوطن في حرق الخيمة في غيرها هذين الشباب هذين تم استفزازهم وشحنهم ثلاث سنوات اربع سنوات الصورة كالتالي الأخي عبيد الوسمي شخصيا تم التطاول عليه قبيلته تم التطاول عليه أبناء القبيلة في السجن فأعلن استجواب احنا نشوف ان الاستجواب ما يخدم هالمحتجزين في ظل جهود قاعدة تصير بدون اعلان وبدون اعلام وسيخدم الاطراف اللي كانت تدير الشتيمة للقبائل فطرحنا عليه وجهة نظر سياسية ما صادرنا حقه وقلنا لتبت روح تستجوب بستجوب بس احنا الآن قاعدين نجير معركة وإدارة المعركة أفضل من الدخول في معارك غير مدروسة والرجل اقتنع وقال هذا الاستجواء عندكم في الاجتماعي طول على ما اقتنع دكتور ولا كان في جدال ولا لا اعتقد لكم سلم براك بذل جهد كبير صراحة قبل ما يجينا عبيد في عند الأخ خالد السلطان في مكتب نابر جايكم هو اساسا جاينا والرجل عرف ان اخوان هذي لا حد يصين عليه ما هم خصوم وشاف الجهة الثانية شون استدرجة فلما حضر الاخ بيت سمع كل ملاحظات اخوانا قال راي قدم الاستجواب قال أنا صاحب يعني معانات شخصية لا معانات قبيلة شخصية وقبلي مستهدفين قضايا الشخصية ممكن اتنازل عنها كلنا لما يحدث لهم وحتى البدون ضرب النساء البدون وحجز أبنائهم هذا كله تعسف استخدام السلطة انتعطنا هالملف وخلنا احنا كلجنة تنسيقية نبدأ نعالجة احنا جايين على مواقف كثيرة في المستقبل كل ما بغيناه من الاخ بيت ان على الاقل كان يخطرنا وحتى انا عتبت عليه حتى بعض الالفاظ وبعض العبارات اللي ذكرها ما كان المفروض يذكرها عن اخوان شركاء له في هذا الهم لكني في نفس الوقت اكبر له ان قدر الرأي الجماعي ما حد قال له اسحب بشكل مباشر طرحنا وجهة نظر وقلنا انا استجوبت هذا حقك الدستوري هذه قلناها قبل وما راح نصادر لها الحين بس احنا نقول لك ترى من يهين القبائل هم اسعد الناس اليوم بصراع مبكر وهم شايفين نجاهين في نجاح في نجاح تشريعي وتغيير التركيبة الانتخابية فعل ابو سعودة روح خلنا ندش من المجلس الان على الحكومة الان التشكيلة الحكومية تحوي عنصرا او وزيرا عنصرية بصريح العبارة وبالاسماء وزير الشؤون احمد رجيب كتب مقالات واضح نفس فيها وتم توزيره بدلا من ان يتم يعني معاقبة او او يحال الى النيابة لا والله تم توزيره تعالي احمد رجيب البس البشت وقعد وانت وزير تساهم في التخطيط لمصلحة البلد او الشأن العام للبلد ما احتجيتون على هذا الامر كونكم الان اغلبية مش بالضرورة مش دائما تتكرر هذا الاغلبية احنا يعني الحقيقة طارحين يعني التعديل دستوري بان يجب حصول الحكومة على ثقة المجلس هذا المطلب سيقدم باذن الله تعالى في الايام القادمة لذلك لا نستطيع ان نحتج على وزير قانونيا ودستوريا لكن لا نستقرب من الحكومة ان تأتي بوزير قبل ايام كان حاضر عند بعض المؤزمين في البلد الآن اصبح عوضي في مجلس الامة يحضر بالصف الاول ويصفق لمن خلق هذه الازمات ومنها ازمة الشباب اللي هو الجوهل الجوهل لما كان من اللي كان حضر عنده حسب ما احنا عارفين احمد الرجيب كان حاضر بالصف الاول ويصفق للجوهل على حث وشتم ابناء القبال وخاصة قبل التمطي هل يعقل ان يعين وزير للشؤون وهو قبل ايام هو طرف من اطراف واسباب الازمة الرئيسية هل يعقل ان تم التعامل مع وزير كتب مقال القزو من الداخل وهذا المقال المعروف والآن انا باستطاعت عيد مرحان عطني ابو سعود ما على الكاميرا خلنا اعرض على الكاميرا مخرجنا معاي أو بقراها مخرجنا بعد ابنك ابو سعود مقالة رقم اثنين غزوم الداخل احمد الرجيب كتبها يعني بعد اسبوع من المقالة الاولى ويقول المجموعة الثانية هي من المكونات الاساسية المجتمع الكويت ولكن للأسف هناك من يقضى فيها ثارات قديمة ضد الكويت وضد اخوانهم الكويتيين واضح الامور ولقد مهدوا لتنفيذ اهدافهم بتكوين جماعات بمسميات مختلفة للتمويه وبدأوا بشن حرب اعلامية من خلال اجهزة اعلام محلية وخارجية هذا وزير في حكومة الكويت وزير الشؤون ان شاء الله لن يستقر على كرسية كثيرا باذن الله نأمل ذلك لذلك اخذ الوزير الجيبي وخاطب بعض النواب باننا سأقدم على نفس جديد سأقدم على تعامل جديد سأتناظر اذا كان هناك قضايا ويقصد في ذلك قضية الوعلان احنا نمد جوجل التعاون لكن بدون اعتذار مننا فسود لا هو يعني لم يعتذر عن ذلك لكن احنا لا نؤيد هذه الحكومة بهذه الطريقة وهذا التشكيل لكن بما ان احنا اتعهدنا امام الامير بان هناك نهج جديد سنحمل رئيس الحكومة مسئولية وزراءه في المستقبل في الايام القادمة لكن انا اعتقد بان بعض الوزراء اللي هذا نفسهم لا يمكن ان يحققون انجال يجب ان يخرجوا بسرعة هل تؤيد ذلك دكتور جمع الحربش هل ستنحون او ستسيروا في طريق استجواب هذا الوزير لقالته انا انصح الاخ احمد رجيب انه يبادر بتقديم الاستقالة لان وجوده خطأ سياسي فادح جدا يعني هذا الرجل خون المعارضة وخون الكويتيين ويقسمهم الى مجموعتين مجموعة مرتبطة بالخارج تريد انتقل بنظام الحكم ومجموعة لديها فارات قديمة وايضا خون قبيلة من قضايا الكويت المهمة احنا ما قررنا نستجوب الى اليوم ولما نقرر نستجوب يكفي ان نعلن في الاغلبية ان الوزير يجب ان يستقل مسج بس دزو مسج بس راح يعرف انها لكن انا اقول السمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خيار استفزازي لمشاعر الناس لكن مثل ما قلت احنا اليوم عندنا اجندة راح نكملها في التشريعات وعيوننا ايضا على الرقابة موجود وايضا نقول السمو رئيس الوزراء ترى الحصانة ما هي دائمة ترى الموقف اللي صار اليوم مشارطة تكرر بعد ثلاثة شهور او بعد اربع شهور اذا ما صار نجاز وصار تعاون وبدأت تسكر حنفيات الفتنة اللي اقوم الحكومة والقنوات الاعلام الفاسدة راح نجاينهم عندكم مشروع لهم عندنا حكونا بالصورة ابو عبد الله عندنا لجهة تحقيق في تمويل هذه القنوات وفي عجز السلطة التنفيذية عنها وزير الاعلام لازم يعرف ان المجلس اليوم فيه اغلبية تستطيع ان ترجع اي وزير الى منزله ما لم يطبق القانون لكن هالسلاح ما نبي نستخدمه هذا الكلام نقلت لدكتور نايف الحجرف لما نقشت مع قضية طلبة قلت لار كان وزارتك في السابق كانوا يستغلون الاغلبية يتحصنون بالاغلبية الحكومية من النواب اليوم الاغلبية عندنا بس ما نبي نستخدمها بصراع لكن احنا ما نقضى عيالنا من وزارة الى مجلس الامة كل يوم مظاهرة بسبب ضيعة مستقبلهم انتقدمت خطوة تقدم خطوات لكن في النهاية ترى القرار عندنا بس احنا اتفقنا ما يكون في قرارات فردية وايضا احنا نخاطب شارع اليوم جزء من الشارع يقول يا جماع سولنا شيء عطونا فرصة عطوا الشيخ جابر المبارك فرصة فاحنا اليوم قدمنا فرصة وخلي يقرأ رسالة تاريخية اليوم يقدمها مسلم البراك فلاح الصواغ وجمعان الحربش ترى اللي صار اليوم في تأجيل هذا الاستجواب او الجلوس مع عبيد الوسمي ترى قاعد نطالع الكويت مو اشخاص وقد يتحول هذا الموقف الى موقف اخر ان استمرت حنفية الفتنة اللي اقوم الحكومات في اشعال البلد الله يستر ان شاء الله ما تستمر طيب ايضا عندك يا دكتور جمعان بالنسبة لأحد محاول عبيد الوسمي طرح محور جدير اللي هو محور عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها التزام بالمادة 98 من الدستور هذا محور جدير لماذا لم تفرضوا على الحكومة ان تقدم برنامجها لماذا انتم اتيتم ببرنامج وكأنكم تبادلتم الادوار مع الحكومة انتم الان وضعتم برنامج وخطة لماذا طبعا هي مخالفة دستورية البعض قال ان تقديم البرنامج الحكومي فورا او حالا فورا على اول جلسة المفروض يقدم في اول الجلسات ويكون ضمن الخطاب الحكومي البرنامج الحكومي احنا عندنا مشكلة تشريعية واشكالية دستورية ان الحكومة ما تنال الثقة وفق البرنامج قد تتحاسب الان احنا ككتلة ومن ضمن الاخ عبيد كان توجهنا عندنا تجارب حكومية مريضة كثيرة فقالنا ليش نخلي الموضوع للحكومة بيدي لا بيدي عمر لا لا احنا نقدم البرنامج اللي نعتقد انه يصلح حال البلد فوضعنا هذه اللستة اخطر شي الان تأتي الحكومة ورئيس الوزراء ويبدأ يتغيب على الجلسات في مثل هذه القوانين هذا بالنسبة لنا خطة احمر غير مقبول تجي ما توافق كيفك هذا حقك واننا ندعوك للموافقة لانه موجودة الاغلبية اليوم لكن تعطل الجلسات مرة ثانية انا اعتقد هذا شي خطير الكلام اللي سمعناه من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلام منتاز وجيد يقول احنا معاكم في كل قوانين جلس صالح البلد واصلا يقول انا بادرت بقوانين اثناء فترة الانتخابات لذلك احنا ما نقدر ننطر الحكومة تجاربنا ما تخلينا ننطر هالحكومات اذا ما حضرت الحكومة بابدالله حط بالصورة قبل لا انتقل بشكل اذا ما حضرت اللجنة التنسيقية راح تدعو تواصلون اجتماع اجتماع مجلس الوما بدونها طبعا في اشكالية دستورية الآن في خلاف دستوري احنا نعتقد انه يسعنا الاجتماع بدون حكومة لكن احنا كخمسة وثلاثين نائب او اربعة وثلاثين نائب راح نجتمع ونقرر موقف في حال تعطرت هذه الجلسات موقف احمر يبدو بسعود قبل ان اطلع فاصل المهلة اللي تعطيتها الحكومة او اللي توافقتم عليها هل توافقتم على مهلة معينة او ان لا ولا بناء على مشاريع اذا طبقت الحكومة كان بها اذا ما طبقت الحكومة السقطة ما بينها وبينها من حلف احنا قدمنا اولويات الاطحة نرتبها على ثمان جلسات قادمة فنتمنى من الحكومة لا تعيق هذه الجلسات بالقياب عن الجلسات او تعطيلها ب لا قصد المهلة اللي بعد ذلك تعلنون العدالة للحكومة وترفعون البيرق الاحمر لم نعلن المهلة معينة لكن احنا نقدم برنامج معين بجلسات معينة بقوانين معينة وبناء على تعامل الحكومة معها لكن اسمح لي ابو سلمان مثل ما احنا ذكرنا ملاحظة على وزير الشؤون انا الان اذكر واشكر وزير التربية على سرعة تغيير القانون القرار الاخير الخاص بالطلبة واشكر الاخوان الرئيس الدكتور جمعان الحلبش في اللجنة التعليمية والعضاء جميعا على سرعة تغيير هذا القرار القرار الظالم لابناء الشعب الكويتي اللي يصراحه حبط الاسر جميعا ما في بيت الا فيه مأتن بسبب سقوط هؤلاء الابناء هذا الامر الامر الثاني اشكر وزير الاوقاف على سرعة اعادة الخطباء اللي كانوا يعني نبراس ودفاع عن اخوانهم في سوريا اللي مع الاسف كان الوزير السابق اتخذ قرار باقاف من يدافع عن المسلمين يقتلون الان في سوريا منذ اكثر من سنة اليوم وزير الاوقاف اتخذ قرار سريع بدون طلب هو من نفسه انا ابعت له رسالة من عبر قناة اليوم بان كل الشكل والتقدير لسعادة الوزير على هذا القرار الشجاع سبحانه سبحانه وتعالى يكون في ميزانه ونحيي كل وزير يعمل خطوة ايجابية سواء كان لمطلحة الكويت او التنمية او العالم اذا الحكومة يبدو انها ترسل رسالة ايجابية للكترة الاغلبية وهذه الرسالة تجد صداها عندكم وفي غالبية البيوت الكويتين كما ذكرت غالبية الاسر عانت من قضية الدرجات في اختبارات الطلبة الرسالة الايجابية حكومة الكويت تجد من يثمنها من كتاة الاغلبية انا اذكر الوزير واركان الوزارة انهم واصلوا ليلتين لساعة عشر بالليل تكلم عن وزير التربية وزير التربية حتى يأتون بهذا القرار وهذا القانون واصلوا ليلتين اجتماعات الخميس وحضروا عندنا الاحد ووعدين استمروا الاحد حتى يعالجون اذا تسمح لي اذكر المعالجة اللي تمت يمكن ما تكون انا عندي خلنا اخذها بعد الفاصل اتوكر عبد بعد الفاصل ان شاء الله سنتحدث مشاهدينا مع النائبين دكتور جمع الحربش وفلاح الصواغ عن الخطوات القادمة لكتلة الاغلبية مع الحكومة من ضمنها الحديث عن توزيع درجات الطلبة التي سببت كارثة كبرى في المجتمع الكويتي بعد الفاصل من جديد اهلا بكم والحديث مع ضيفي النائبين دكتور جمع الحربش وفلاح الصواغ اعود لك دكتور جمع الحربش للحديث عن درجات الطلبة وما هي الآلية التي تم تغيير فيها والتفاصيل التي لا نعرفها لكن قبل ذلك دعني ابارك لك بيعني صدور الحكم بحقية سليمان الحربش دكتور سليمان الحربش بمنصبة التي كانت تدندن وتطنطن عليها الدكتورة السلوى الجسار سقاه الله انا اكثر انا اقول هذه النائبة في قيدة لانه بصراحة كان تعطينا جو تعطينا كل تصريح كان جميل جدا فحط المشاهد بالصورة دكتور بقضية سليمان الحربش دكتور سليمان الحربش في نزاع على المنصب وما إلى ذلك دكتور سليمان هو رئيس المكتب رفع لي قضية الدكتور حميد غلوم والان اليوم حكم الاستئناف اثبت احقيته وكفاءته في المنصب فحسم هذا الجدل واللي كان كثير استخدم للأسف دكتورة سلوى وغير الدكتورة سلوى في الطعن في جمعان الحربش الآن حكم قضائي ردا على من يتهمها بأن أنت استخدمت السلطات النيابية بتوظيف زوجها دكتور جاسم التمار على المعاقي دكتور سليمان متفوق من صغره أشطر مني وبتلش فيني امطق بسبتي لانقربش فأنا أقول لله يعجرك ويبارك لك ويعيني على الأمان إن شاء الله ويستحق إن شاء الله نبارك لدكتور سليمان الحربش أيضا بدورنا في قناة اليوم تفضل دكتور جمعان تكلم عن درجات وآلية الدرجات طبعا كان النظام السابق النظام تم تغييره ثلاث مرات خلال خمس سنوات تبهدلوا الطلبة نظام توزيع الدرجات انتهى قبل سنتين إلى ثلاثين بالمئة على الشفوي وسبعين بالمئة على مجموعة الاختبارات طلعت النتائج ستركانت النسر مرتفعة طلعت الدكتورة موذي لحمود أصدرت تصريحها عفوان الشهير قالوا ليش مرتفعة نسبة الدرجات قالت بسبب تطور النظام التعليمي في الكنت بعدين قالوا لو يقللون الطلبة في الجامعة فسووا خسف الطلبة خسف هذا تم بطريقتين تم إرجاع درجة الشفوي إلى عشرة بالمئة مقابل تسعين بالمئة على الاختبارات وبعض المواد أربعة بالمئة يعني الحضور والغياب ما عدل قيمة والقضية الثانية صعبوا بعض الاختبارات خاصة مع الترياضيات والانجليزي صار سقوط وهبوط كبير وبدأوا عيانا يطلعون مظاهرات وصارت مشاكل كبيرة للأسف لأخ أحمد المليف رغم كل الملاحظات والكلام ما فيه استجابة وكان يعتقد أن الرضوخ هو تسييس الوزارة وكأن آلاف هالأسر هذه هي أسر النواب وأسر السياسية الأخ نايف الحجرف في أول جلسة في القسم وهو بادر وكلمني هاي تسجل لدكتور نايف قال احنا بنتعاون وجاي أمد ديدينا بنتسوي شيء قلت له أول محك في التعاون هو موضوع الطلبة قال انا شاي الهم لين هذه الأعيالنا زرت اليوم الثاني باركت له في لقاء قيادات الوزارة فقلت هانا دعوكم يوم الأحد تبلغونا بقراركم بلغونا يوم الأحد كان القرار واحد إلغاء النظام الجديد والعودة للنظام السابق تأجيل النظام إلى السنة القادمة والتفاهم مع اللجنة المالية عليه بمعنى الآن الفصل الثاني رح تكون 30% على الشفوي 70% على الاختبارات التحريرية طيب الفصل الأول إيشون راي يعالجونا ما انتهوا للآلية اطرحوا آلية نعتقد أنها جيدة أي طالب خلال الفصل الثاني يأخذ درجة أفضل من الأول تضرب بثنين فتنتهي مشكلة للأصل الأول طيب الاختبارات اللي فيها صعوبة شكلت لجنة من أساتذة في الجامعة رح ترفع تقرير للوزير ووزير تعهد بمحاسبة أي موجه أو شخص مسؤول عن الصعوبة في آلية في توزيع الأسئلة عادة 6 أسئلة أو 7 أسئلة مثلا أكثر من 60% من أسئلة للمستوى المتوسط وهذه الأغلبية تجي 15% للمتفوقين و15% لضعف بعض الاختبارات كل الأسئلة للمستوى المتفوق كل الأسئلة فكان في مشكلة لماذا القصد كل هذا عشان الجامعة لا تستوعب كل هذه الأعداد إذا حاولوا خسف الأعداد أنا أعتقد الوزير المفروض لازم يحاسب لأن الذي صار شيء كبير بغض النظر عن الدوافع لكن كان فيه تفاوت العام عندنا النسب 90% وفوق اليوم وبو 90% صار 70% وبو 80% ساقط وبعض الأسئلة ما كانت من المنهج جميل نفس الموضوع بسعود لو نروح نفس الموضوع إذا كان هذا يعني هذه فكرة الحكومة أنه والله تبقل العدد المنتحقين بالجامعة لأن الجامعة لا تستوعب كل هذه الأعداد لماذا لا تقررون قوانين الابتعاث الداخلي اقراروا وتجبرون الحكومة مدام تملكون الأغلبية الآن الكرة في ملعبكم واللوم سيقع على أكتافكم أنتم كنواب أغلبية لماذا لا تشرعوا قوانين بأنه والله لا يا حكومة مجبرة ترسلين طلبة للخارج ومجبرة ترسلين طلبة لابتعاث داخلي ومجبرة تبنين جامعات شنو رؤيتكم في هذا الجامع؟ نحن عندنا مشروع قانون إنشاء الجامعة التطبيقية من الأولويات عندنا قانون التكفل بالدارسين المبتعاثين على حساب الدولة بالخارج حتى تتم إنشاء الجامعة هذه ما فهمت الدارسين على حسابهم بالخارج يتحولون على حساب الحكومة بأسرع وقت ممكن رصد ميزانية معينة ويتم احتساب تكاليف الدارسين المبتعاثين على حساب وزارة التربية على حساب الطلبة على حساب الخاص أفول من الحساب الخاص إلى حساب بأثر رجع ولا من سدور قضاء؟ بعد 30 وحدة أي طالب يتحول 30 وحدة يجيب جيد يتحول دارك تعالحكومة هذا القانون ماذا عن المشاهد؟ هذا حل سريع وبإنشاء جامعات أخرى حتى تستويب الطلبة حال دول الخليجة الآن جامعة الرياض الأميرة نورة نورة أعتقد لما حضر جلالة الملك وقال كم باجي على المشروع قال باجي أربع سنوات قال أبيه بسمتين وخلطوا بسمتين صلاحين ومعلم أصبح معلم يعني صرح تعليمي هائل في السرق وسط أيضا جامعة ملك عبدالله الكويت ما ينقصها شيء لكن نقصها حكومة صر على بالمناسبة صر على جامعة التدادية والله أنا شفت عمس بالتلفزيون صبوا ثقاف الأول ما لكلية التربية وثقاف الثانية ما لكلية الهندسة لا حرار راحنا في صدد تشكيل لجنة التحقيق ما التزمه بموعد المحدد نحن راح نطلبهم لجنة التحقيق راح نطلب راح نشكل لجنة التحقيق لإداعات المليونية ولجنة التحقيق هذي جاي لجان تحقيق وسريع هذي من ضمن اتفاق الأغلبية طيب بدأ مدامك دخلت فيها بسعود شكلتوا لجنتين لجنة لمتابعة التحويلات الخارجية واللجنة لمتابعة الإداعات المليونية عشان نكون المشاهد بالصور القبيضة كل لجنة مستقلة كم عدد أعضاء اللجنتين وكم هي المدة الممنوحة لكل اللجنتين نحن لحد الآن والفكرة الآن يتم تشكيل اللجان وهذا باتفاق مع الحكومة الحكومة عندها خبر وقال نحن مستعدين أن نوافق على هذه اللجان لجان التحقيق سيتم تشكيلها بأسرع وقت ممكن كما تعاهدنا للشعر من داخل كتلتكم الكتلة الأقربية أو من داخل المجلس؟ نحن أقلبية ونستلم هذه اللجان ونتابع هذه الأموال من أين أتت وإن ذهبت ومن العمل على إداحة في البنوك وما هو دور المحافظ الذي الآن نقدم استقالته ومن يعرف أسباب استقالته لن تعفي هذه الاستقالة لن تعفي هذه الاستقالة نجب أن تحمل مسؤوليات إذن فلح صباغي ربي حتى أيضا رئيس الحكومة السابق أو الوزراء السابقين لن تعفيهم استقالاتهم؟ كل من عمل على توزيع وتبديد الأموال لن نعرف هذه الأموال من أين أتت هل هي قسي الأموال هل هي رشاوة ومن عمل على إداحة في البنوك هل تعتقد أن الحكومة ستسير معكم في هذا الاتجاه؟ كم لك؟ نفترض إحنا أقربية وهذا قرار تعهدنا فيه للشعب الكويتي وهذا هو سبب حل الحكومة وحل المجلس وإبعاد رئيس الوزراء السابق فيجب أن يعلم الشعب الكويتي ما مصير هذه الأموال تتأكد قضيتين هامتين دكتور جمع الحربش تقريبا الرؤية العامة لها كم هي المدة التي ستمنحونها لهذه اللجنة؟ تقريبا طبعا الطلب الإداعات والإحالات الخارجية هذا تكفل في إعداد الطلب والأخوان في كتلة العمل الشعبي سيعرضون علينا بك يوم الخميس كلجنة تنسيقية ونعرض الصيغة النهائية والوقت والأسماء في اجتماع صيفي الصيفي بإذن الله في لجنة تحقيق حول قنوات الإعلام الفاسد ومصادر تمويلها وعدم تطبيق القانون هذا التحقيق تكفلت في كتلة التنمية والإصلاح الأخ خالد السلطان أنا أرجع لك على هذه النقطة هذه أبي فيها إسهاب من متى تبدون ومن متى تبدون ترجعون تهريب الديزل طرحها الأخ خالد السلطان الله ملفات وهذه أيضا الأخ بدر الداهوم وهي الأخ خالد السلطان راح يعدون الطلب وفيه لجنة تحقيق في جامعة الشدادية الجامعة هذه المفروضة نستلمها مفتاح كل الكليات بعد سنة ونص الآن لن نستلمها إلا 2022 واحتمال بعد ما نستلمها بعد عشر سنوات كل فتحة كانت 850 مليون دينار الآن كل فتحة 3 مليارات 850 مليون بسبب التأخير عيد الأرقام دكتور معالك أمر كل فتحة كانت لما توقع العقد في ذلك الوقت 2004 كانت 850 مليون دينار أقل من مليار الآن أقل تقدير 3 مليارات 850 مليون دينار بسبب التأخير العبث الذي حدث في التركيبة المواصفات قضايا كثيرة فنية هذه أهم لجان التحقيق طوارب طبعا سنعيد اللجان السابقة لأن هناك لجان انتهت سنعيدها أنا أعتقد شخصيا هذا رأي شخصي ورأي الأخوان أن دور العقد هذا ستعمل اللجان أنا أعتقد هذه ملفات خطيرة مثلا الإداعات هناك من دفع وهناك بنك مركزي وهناك بنوك أذنت بالإداعات المخالفة 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 وهناك من تلقى وهناك من تلقى أربع أطراف أربع أطراف وفي توزع في شيء توزع أحد النواب القبيضة في الانتخابات جاء واحد طلب منه المعاملة قال المعاملة بتدبه راح فتحه بتدبه لقى ربطات فلوس وخر الفلوس الربطات أخذ معاملته كان يقول ربطه ترح واحدة من الربطات لك هذه فلوس الكويتين هذه فلوس النفس فهو ملف يعني ملف خطير وبعض الأخوة طرح علينا حالة الديوان المحاسب وإحنا من الآن نقول لحالة مرفوضة في مجلس فيه مثل هالأغلبية سيتولى الأصحاب الهم هذا الملف والنائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة إحنا راح ندير هالملف يستعين الأخوان بما يشاءون جميل قبل أن أروح للقنوات الفضائية المصفى الرابعة أيضا هناك حديث بأنها ستدخل وبرقم مبالغ فيه ملياراتي بكين أو أربع مليارات تقريبا حقيت وعندكم في هذا الجانب رؤية؟ لم تعرض على المجلس أي مشروع المصفى الرابعة ولا عندكم أي طرف معلومة أن المصفى الرابعة ستقدم قبل الحكومة يعني هانح سي موجود يبدو أن في هذا التجاهس نعتقد أن الحكومة متوجهة لإنشاء المصفى الرابعة وبأرقام مبالغ فيها وبأرقام كبيرة يعني خلاف ما كانت في السابق اللي الحكومة عملت على ضرب هذه المصفى والآن أسعارها كانت مضاعفة أكثر أربع مرات تقريبا كما هي الجامعة الجامعة الاجتاديا كانت 850 مليون الآن 3 مليار ومستقريبا جميل أنا شيء شخصي أبي منكم بسعود اللي أول مرة في حلقات اللي قدمها أطلب شيء شخصي هو شيء شخصي لكنه شيء شأن عام أستاذ جابر نبي لجنة التحقيق فيه تخلصونا منه نبي لنا ملعب أستاذ جابر عندكم يا أبو سعود هذا طلب مني على الهواء طلب يخص الشباب وبإذن الله تعالى بإذن الله أعود لك دكتور جمعان بالنسبة للقنوات الفضائية من متى راح تفتحون حسابات مدفاترهم هل منذ تأسيس كل القناة على حدة حطنا في الصورة بالآلية التي ستنفذونها طبعا القنوات الفضائية هذا ملف عجزت عنها كل الحكومات السابقة وكانت تستخدمها هذه الحكومات وأذكر مرة في لقاء نقلنا للشيخ ناصر المحمد كثير من تجاوزات هذه القنوات وتفاجأنا بالليل أن صاحبة القناة تتهاجمنا وتذكر فحوة لقاءنا من الشيخ ناصر المحمد هذه القنوات استخدمت من أطراف لفتنة البلد وشعال البلد وضمن قانون المرئي والمسموع ما ينص على وجود مدقق مالي يعرف شنو الإيرادات شنو هالقنوات اللي ما فيها ولا إعلان وشغالة ثلاث خمس سنين تشتغل تنشر لقاءات مرشحين على الهوى مباشرة شنو مصادر تمويلها خلنا الكويتين يعرفون واحتمال يكون في مصادر خارجية لهذا التمويل ليش الوزارات كلها عجزت لاتدز مدققين ليش لما دزت بعض الناس انطردوا ليش تهدد عالم اليوم بحالة أو قناة اليوم بحالة للنيابة ويعجز الآخرون ويحجزون عن الاقتراب من هذه القنوات قناة سكوب ولا غيرها وقناة الإرادة طلعت أيام الانتخابات وما منحوها الترخيص في مخالفة صارخة هذه الملفات مسؤولة عنها بعض الأطراف اللي يعجزون عنهم الوزراء ويتراجعون الوزراء من وزراء إلى موظفين صغار بل موظفين مطيعين هذا الملف الآن الأخ فيصل المسلم قاعد يعد الطلب فيه رح يرضى علينا في التنمية ورح نقدمه للجنة التنسيقية والأغلبية ستحكم على أداء الوزير أعتقد بأن أصحاب هذه القنوات لن يأكلوا الفراولة والعنب على هذه الأخبار لكن ماذا عن قناة الأمة عندك بسعود قناة الأمة مجلس الأمة ينوي تأسيس قناة اسمها قناة الأمة أعطونا معلومات عن هذا الجانب إذا عندكم معلومات عنه طرح علينا ذاك اليوم الأخ مسلم البراك هنا نصيق للرمز أحمد وستعدون بأن هناك قناة تسمى قناة الأمة تنقل أخبار الخاصة في مجلس الأمة في اللجان في قاعة عبدالله السالم بما هو دقيق جدا للشعب الكويتي وكذلك خارج الكويت فرحنا بهذا الخبر ونطالب بالإسراع بنقل جلسات مجلس الأمة عن قناة الأمة للأمة إن شاء الله لا أحد ما عندكم خطة عنها لا يوجد خطوط عامة لا هذا فكرة جديدة مجرد فكرة ما تبلغت أي تفاصيل بس أسمح لي أنا أبعث رسالة لوزير الإعلام الشاب محمد عبدالله المبارك بأن يحافظ على على موقعه في وزارة الإعلام ويسأل لماذا ترك الوزارة حمد جابر العلي هل هو لم يستطيع أن ينفذ قراراته لماذا تركه كقراءة سياسية بسبب لماذا تركه شعر أن الأمور أكبر منها أعتقد ممكن يكون يعني شعر بأنه لا يستطيع أن يدير وزارة الإعلام بالطريق اللي هو يراها مناسبة هذا هو أغرب أغرب يعني الله جميل إذا كان هذا النفس أعتقد هذا لأنه أتخذ قرار بقناة الإرادة وأغلقها بسبب أنها عملت بدون أن تأخذ موافقة من وزارة الإعلام وهناك قنوات تضرب الشعب الكويتي منذ سنوات لم يتقل فيها أي إجراء تضرب نواب الأمور المرشحين بسمعتهم وبعائلاتهم وبأولادهم وفي مصالحهم ولم يتقل فيها أي إجراء لذلك أنا أعتقد بأن هناك ضوء أخضر لبعض الغنوات وهناك خط أحمر لبعض الغنوات ولقت قناة الإرادة وهي في زهوتها اليوم نحمل مسؤولية وزير الإعلام محمد العبدالله بأن يحافظ على مكانته في الأسرة ومكانته في البلد وبين الشعب الكويتي بأن يطبق القانون على جميع القنوات لا أسمي أي قناة معينة هل تعتقد بأنني أستطاع أنا وطالبه الآن وطالبه بأن يطبق القنوات قبل أن لا يقع في فخ كما وقع غيره لأن المجلس الأمة لن نسمح بضرب مكونات المجتمع الكويتي لا نسمح بضرب السنة ولا الشيعة ولا البدوة الحظ انتهى هذا العهد وانتهى هذا الزمان اليوم نحملها المسؤولية كاملة ونحذرها الآن بأن الخطوط حمراء وشجدة الحمار أمام ضرب فئات المجتمع الكويتي فكفى ضرب الوحدة الوطنية وكفى ضرب بأبناء الشعب الكويتي لذلك نقول طبق القانون على الجميع عين مسؤولين ماليين على القنوات ومراقبين مراقبين إداريين في القنوات قبل أن يطبق عليك الدستور والقانون جميل ويبدون الرسالة أعتقد أن الشيخ محمد عبدالله المبارك يتابع هو حالي هو بلغنا بأن نفسه طيب وسيطبق القانون على الجميع وهو يعمل ليل نهار أنا أكلمين شخصيا قال أنا أعمل ليل نهار حتى أقضي على جميع المخالفات بإذن الله طيب كما فعلتم دكتور جمعان مع موضوع أو كما تنون في موضوعي الإداعات والتحويلات الخارجية بأنهم ستحاسبون بأثر رجعي هل سينطبق هذا الأمر مع القناة الفضائية والمسؤولين في الإعلام الوزراء السابقين والوكلاء السابقين سواء سابق منهم أو الحالي أو أنه والله لا عفو الله عما سلف وينجوب بفعلته من ينجوب إحنا طبعا يعني ما إحنا جايين بقصد الانتقام لكن بقصد المحاسبة واللي صار في الكويت مو شوية الجرح اللي صار جرح خطير أنا ما أتكلم عن حرق مخيم ولا واحد مسجون أنا أتكلم عن جرح نفسي وآثاره ستبقى مع ابنائنا إحنا كبرنا بسلمان وأنا قدر أنه في ناس تعبث في الوحدة الوطنية فما يصير عندي موقف من بناء على فرز مناطقي أنا كبرت وقدر لكن أطفالنا ما يعرفون أطفالنا وعيالنا وشبابنا في جرح يحتاج الدول مثل هالقضايا هذه يبيلها عشرين سنة ترمم اللي هدموه خلال خمس سنوات إذا متفائل عشرين سنة البلد محتاج إعادة أعمار نفسي للمواطن الكويتي لذلك هالملف هذا ملف خطير أنا أذكر الشيخ محمد عبد الله مبارك سامي النصف ترك الوزارة مو مريض أنا قناعة الشخصية ترك الوزارة لأن الوزارة هذه كانت تستخدم لضرب البلد وتنفيذ أجندة خطيرة حمد جابر العلي ترك الشيخ حمد جابر العلي ترك الوزارة بعد شهرين الشيخ أحمد العبد الله صعد المنصة وتجرح سياسيا يا شيخ محمد عبد الله مبارك كنت سافقا رئيس جهاز خدمة المواطن وتم التحقيق في هذا الملف النواب فاتحين صفحة جديدة موجايين يفتحوا الملفات قديمة هذه الوزارة إذا عجزت هالقنوات يسعك تقديم استقالة في أي وقت لكن ما يسعنا أن نتفرج على مهازل يتجرح الشعب الكويتي مرة أخرى جميل ما عندكم فكرة أو مالكم نية أن تشيلون سالفة وزارة الأعلام لأن خلاص أصبحت تصم الدول بالغباء يعني سوريا على الكلمة أن الدولة التي فيها أو في حكومتها وزارة أعلام هي حكومة غير ناضجة أو الشعب غير ناضج وأنه يولقا ما لكم نية تشيلونها وتحقون هيئة تلفزيون وإذاعة مثلا وهو طبعا حتى لو صارت هيئة هذا جانب ثاني أن وزارة الأعلام اليوم ما توجه أو السلطة ما توجه عقول الناس من خلال الأجهزة الرسمية هي رايحة القطاع الخاص اللي مسؤولة عن مراقبته وزارة الأعلام حتى لو كانت هيئة لا نحن رحي باتجاه ثاني نحن رحي باتجاه هيئات سياسية انتخابية وانتخابات وفق قوائم نسبية وحكومات أغلبية لها أغلبية نيابية وننقل البلد منها العبث هذا هو الانجاز الحقيقي يبدو أن التطور جذري بإذن الله هذا ما نعول عليه فيكم أبو سعود فلاح الصواغ هناك بلغوني الشباب في كنترول نمسيجات كثيرة جدا توالت على القناة من شباب قبل أن تطير إلى فلاح الصواغ يقولون أنت على الرأس يا فلاح الصواغ ولا ننسى أفعالك وتعريفك وأنا كذلك لم أنسى موقف مطير معي بالدارة الخامسة ولهم كل التقدير ومحبتهم في قلبي ولهم عندي كل الاحترام حاسة المحبة إن شاء الله سمعني أنا ودي أوجه رسالتين لوزير العدل الرسالة الأولى بأن بأني أشكره على فتح المجال بخصوص وزارة الوقاف للمساجد بجمع الأموال للشعب السوري اللي قاعد يضطهد الآن في سوريا وأتمنى أن لا تسبغنا دولة الإمارات والسعودية بالتفوق علينا بفتح المجال للشعب والتجار بدفع الأموال لأخواننا الآن اللي على الحدود تعرضون للبرد والجوع على الحدود الأردنية الأردنية وكذلك التركية الرسالة الأخرى أنا أبعث رسالة بأن ينظر نظره دقيقة على أموال القصر التي يعني هناك رسالة واضحة وموجودة الآن على مكتبه من أحد الوكلاء بأن الأموال عليها تطاول وأنا نمى إلى علمي بأن هناك تطاول على أموال القصر وأنا أثق كل الثقة إن شاء الله بوزير العدل بأنه لن يتهاون بهذه المذكرة التي بعثت له وهذا الأمر وصلني شفويا وسيصلني إن شاء الله عن قريب بأن هناك تطاول على أموال القصر وهذا الأمر لن نتهاون فيه قديم هذا بسعود هذا الأمر قديم والرسالة بعثت أثناء ولم يتخذ حيالها أي شيء بعثت الرسالة أثناء الحل وقدمت أسئلة بهذا الخصوص ولكن حسب ما عرف بأن لم يلتفت أحد لهذه القضية ونحن إن شاء الله سأقدم إن وصلتني هذه المذكرات الخاصة بتطاول على أموال القصر لإخواني في التنمية والإصلاح وسألقف وقفة جادة تجاه إخواننا الأيتام والقصر لكن أنا أطالب وزير العدل بأن إذا صدقت المعلومات بأن هناك مذكرة تفسيرية واضحة بما حصل في وزارة العدل أن ينتبه لهذه الرسالة ونحن بصدد تقديم أسئلة إذا لم يحل هذا الإجراء ويحلهم إلى النيابة هذا الأمر مهم جدا وهذا أموال أيتام وهو يتحمل المسؤولية وهو إن شاء الله قدر المسؤولية طيب جزئيتين مدام نتناقش الآن في الشق الرقابي يعني إضافة نناقشنا قبل شوية الشق التشريع يخذنا نتناقش الآن نواصل حديثنا في الشق الرقابي ماذا عن المناصب الناس اللي خذوا مناصب يعني بدون ذكر أسماء على حيئات معينة أو ووكالات معينة ومن غير وجه حق هل ستفتحون هذا الملف هذا واحد الشيء الثاني ماذا عن مخالفات لأن الأسئلة التي تصلنا الآن يقولونها للجماعة في الكنترول ماذا عن مخالفات مستشفى السيف وما هي خطواتكم حيال هذه المخالفات نحن نخترح أبو سلمان تدخل معنا الكتلة إن شاء الله عليك ملفاتك مهمة من المركابي أيضا أراء المشاهدين أستاذ جابر فضيحة التي ذكرتها وأنت الآن طلبتها بسعود وبسعود تم قال لك ورح إن شاء الله هو قد مستشفى السيف المعلومات التي لدينا أن هناك حكم قضائي لم ينفذ هذا الحكم وآن الحقيقة ما كان الموضوع بالي لكن الآن أطرحه الأخوان المواطنين وأنا أتعهد بطرحة على الأخوان في اللجنة التنسيقية وإن شاء الله راح نفتح الملف هذا لأن هذا ملف يعني من ثبت وجود الحكم فهو ملف خطير أيضا يعني حتى نكون منصفين في وزيرين قدموا خطوات إيجابية ونقول لهم وشاركونا لخ الدكتور نايف الحجرف أطلق عبارة الشراكة مع المجلس وأثبتها الأخ جمال الشاب وزير العدل أيضا قام بخطوات إيجابية نحن اليوم نحيي باسم كل الأخوان في كتلة المعارضة بوجه رسالة للأخ هاني حسين وزير النفط صار كلام كثير حول مشاريع كثيرة في النفط بدءا من الدعا والمصفات الرابعة الأخ هاني حسين ابو أحمد أنا دعيته في الجلسة إلى أن ينفتح على الأغلبية النيابية وعلى مجلس الأمة يأتي بمشاريعه المستقبلية ويتحدث بشفافية داخل مجلس الأمة ويجيب عن كل التساؤلات نحن بين نارين مرة تأتي معلومات توقف مشروع مهم قد تكون معلومات غير دقيقة ومرة تكون في تجاوزات لا يعلم عنها الوزير فنضطر نوقف هذه المشاريع أنا أعتقد قناعتي المصفات الرابعة حيوية مهمة للكويت لكن الأشكال في القيمة الأشكال في المواصفات في آلية ترسية أو ترسية الوزير السابق محمد البصيري في جانب المناصب القيادية لم يحسن بالأساء وأنه يسفني أن نقول هذا الكرام محمد البصيري تم توزيع هذه المناصب بشكل فاضح ضمن لخدمة أقطاب لاستيلاء على هذا القطاع ترضيات وتم توزيع هذه المناصب بطريقة فجة نواب سابقين حكوميين ناس ينفذون بعض الأجنزات تطالبون هاني حسين وزير هاني حسين أو تفرضون عليه أن إعادة تصحيح الأمر وتقويمه أنا كلمته بشكل مباشر وقال أنا اشترطت لدخولي أن أعيد غربلة هذه المناصب وفق معايير الكفاءة لقمت عيشنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بها البترو 95% من مصدر دخل 95% فإذا تم العبث فيه خلاص انتهينا فأنا أدعوه يكون شفاف ومفتح على النواق جميل خلنا نروح أيضا لديوان المحاسبة البعض بسعود يعني يتحدث عن ديوان المحاسبة أن ديوان المحاسبة في فترة من الفترات خدم رئيس مجلس الوزراء السابق فدارت علامات استفهام وكثرت توالذت علامات استفهام هل لكم رؤية هل ستطرحون هذه الأمور أنا أيضا يعني نناقشكم على تشريعاتكم ورقابتكم في ككتلة تملك الأغلبية ديوان المحاسبة هل في ذهنكم على مخالفات معينة شفته نفسه لراقب المخالفات هل ترون علي مخالفات نفسه أم لا أنا أعتقد أن ديوان المحاسبة يحتاج إلى قربة أجديدة وأكبر دليل بأن في استجواب الشيكات حصلنا على أتانى من ديوان المحاسبة تقريرين متناقضين تقريرين متناقضين لإنقاذ رئيس الوزراء من الورطة اللي وقع فيها فدوان المحاسبة وهذا ديوان المحاسبة اللي هو مفروض ذراع المجلس نعم نحن عندنا عدة اقتراحات بخصوص ديوان المحاسبة وأعتقد فيه تعديلات على ديوان المحاسبة ولن نتأخر إن شاء الله بإذن تعالى بالنظر والتركيز والغربرة في ديوان المحاسبة لأنه واصلا دراع الأيمن للمجلس الأمه جميل دكتور أيضا إضافة على ديوان المحاسبة حطونا أيضا في الصورة كخطوط عريضة إذا عندكم حطي شيء في خطوط عريضة قبلنا نروح لآخر سؤال نحن عندنا تشريعات خاصة في ديوان المحاسبة الرقابة أثناء التنفيذ يعني نعطي ديوان صلة الرقابة ومو بس بالموافقة المبدية للعقود أثناء التنفيذ قاعد يصير عبت الإحالة للنيابة أيضا نبي نعطيه صلاة صلاحية إحالة للنيابة يعني يكشف تجاوزات يملك الإحالة للنيابة نبي نعدل في قانون ديوان المحاسبة اتجاه المصروفات الخاصة هذه الهمتشة التي تذكر الكلام فيها التي كانت من أربع مليون تضاعفت إلى ثمانين مليون خمسة ثمانين مليون آخر تقرير المصروفات الخاصة ما كان يطلع عليها أحد نحن عندنا تعديل أنه يزود مجلس الأمة بالمصروفات والوثائق وتودع في الأمانة المسار ديوان المحاسبة إيجابيات جانب إيجابي كبير لكن الحقيقة دخلنا في ورطة خاصة في قضية طوارئ 2007 طوارئ الكهرباء طوارئ الكهرباء وبعض المحالين أنا سألت يعني بعض الوزراء اليوم في قيادات من ديوان المحاسبة ومحالة للنيابة أنا أعتقد هذا الجهاز اليوم نحتاج أن نحصن هذا الجهاز نقوي هذا الجهاز يتكون في شفافية أكثر في هذا الجهاز جميل فلاح الصواق آخر سؤال يعني يكون مكرر لكم الحكومة هذه أو كثير من الناس يقرأ بين الحكومة هذه لأن تستمر طويلا حكومة يعني غير متماسكة غير متناغمة غير مسجمة مع بعض بعض وزرائها لا يملكون فكر رجال الدولة أو أشخاص الدولة كما يحب أن يسميهم أحمد سعدمال اعتبار أنه إذا دخلوا النساء في حال سقطت هذه الحكومة وعرضت عليكم المشاركة بأقل معدد تسعة هل ستكررون الرفض أم ستعلن التعاون مع الحكومة نحن كنا في البداية أكثر الكتل أعلنت بأنها لم تشارك في الحكومة لكن بيطلب من رئيس الحكومة بأن التعاون معه ولينقاد البلد وليصلاح البلد تقدمنا بعدد تسع وزراء من قواعدنا الانتخابية ومن الكفاءات لكن مع الأسف ما عجبهم الرقم ما عجبهم الرقم ولو قالوا سبع لا وفقنا وقالوا ستة لا وفقنا وكان الاتفاق بأن نختار أفضل أبناء الكويت الشعب الكويتي لتخزيمهم للحكومة فاختاروا باللحظة الأخيرة وزراء مثل ما شفت مثل ما عرفت نوعية الوزراء اختروها باللحظة الأخيرة واعتقد هذا الدليل بأن الحكومة هذه لن تستمر فترة طويلة يمكن تتساقط واحد واحد اعتقد أو تستقيل هذا الحكومة لأنها لن تستطيع مواجهة التنمية القادمة والأقلبية البرلمانية الجادة للإصلاح لذلك لو طلبت مننا احنا مستعدين لأجل الكويت الشعب الكويتي لأننا تعاون لأقصى مدى لإنقاذ البلد من هذا المربع اللي صارنا فترة طويلة واحنا متأخرين بالتنمية والإصلاح وظهر الوحدة وطنية جميل السؤال يبدو أن كفى فيه أبو سعود لكن ما يقال الآن أن هناك تشريعات كثيرة أمام كتلة الأغلبية يخشى من سلك هذه التشريعات هل استعنتم بأهل الخبرة هل استعنتم بأهل الخطصاص لهذا الجانب عشان تطمئنوا الناس لأن الآن الكرة في ملعبكم كما قلنا والقرارات في يدكم أنتوا ككتلة أغلبية بماذا تقول أو ماذا تقول للناس في هذا الجانب أن تعبتوا على القوانين استعنتوا باختصاصي ماذا تقول لهم طبعا في كثير من التشريعات جاهزة وكانت في اللي من قبل من قبل قوانين ذنب المالية هيئة مكافحة الفساد تطوير النظام الانتخابي في التصويت السنة 18 العسكريين دوال المحاسبة قانون الإخطار نحن راح نقدمه بإذن الله كثل التنمية قانون خطير جدا مهم أي عقد في 25 مليون دينار فما فوق يختر مجلس الأمة بجميع الإجراءات الرقابة اللي تمت عليها قبل توقيعها وهذا قانون للأسف اللجنة التشريعية في المجلس الماضي رفضتها يعني اللجنة قبل مو الحكومة اللجنة في قوانين لا والله في ناس قاعد تشتغل عليها وتحتاج تنضج الخاصة القوانين المتعلقة في القضاء فأنا أقول للمواطنين الكويتين الجانب التشريعي جانب طبعا مهم راح نقطع فيه شوط كبير بس اللي جان راح تشتغل راح نوعين اللي جان يعني مفروض ما فيه سفرة هالوقت هذا وما فيه طلعات كثيرة تقصد الصيف يعني حتى الآن الاجتماعات اللي جان اجتماعات مهمة احنا اللجنة التعليمية بالسبوع هذا اجتماعنا اجتماعين بكرة ثالث اجتماع وانا اعتقد حتى جميع اللي جان لازم تشتغل لان عندنا كم من تشريعات مهمة الجهاز الحكومي جهاز مترهل ما يقدر ينفذ لذلك احنا طرحنا تسعة الناس بالانتخابات تقولنا نبي تنمية نقولهم يا جماعة احنا سلطة وقابية وتشريع نقول لا نبي تنمية قلنا ماشي احنا اليوم اغلبية نيابية اعطونا الاغلبية بالحكومة وحاسبونا بعد اربع سنين قلوا فشلت وسقطونا في الانتخابات جميل ماذا عن حضور وغياب النواب اطرح عليكم الفكرة هذه حضور النواب وغيابه عشان يعرف المواطن من اللي يحضر اللجان من اللي يشتغل من اللي يعطي وقته لمجلس الامة هل سترسلون اسماء النواب اللي ما يحضرون لجان مجلس الامة كاخر سؤال لك ابو سعود في دقيقة انا وراء اتمنى بان رئيس اللجنة يتحمل مسؤولياته كذلك رئيس مجلس الامة بالاعلان عن من لم يحضروا اللجان لان اللجان هي مطبخ المجلس وهي اساسية في جمعان حربش كرئيس اللجنة التعليمية هل ستبادر بهذه الطريقة حتى على نفسك لو ما حضر ترسل للصحف نعتبر وعد من دكتور جمعان حربش رئيس اللجنة التعليمية ان كل من لم يحضر الاجتماع سيرسل اسماء للصحف بدون عذر كل من لم يحضر بدون عذر سنختر امان العامة للمجلس حتى ترسل للصحف لما العامين كما ترسل للصحف لا احنا راح نحملهم المسؤولية وانا كذلك بالعرض الشكاوية سنسألكم عنها عندي دقيقتين هي دقيقة بس انا بس في دور مهم الحقيقة قام فيه لأخ مبارك الوعلان ومسلم البراك في موضوع المعتقلين قابله ولأخ محمد هايف لأخ مبارك الوعلان قابل المستشار محمد الزعبي قابل الناء بالعام قابل وزير الداخلية ارسلوا محاميهم وبلغوا والمعتقلين بدون اعتقدوا اياهم في نفس الموضوع ايه الان اتكلم عن المحجوزين المطير ايه قابلتهم طير فانا اعتقد انا اتكلم اليوم وادري في عوائل كثيرة اليوم شايلة هم عيالة حتى البدون ترى فيه كثير من النواب قاعدين تحركون بدون اعلام بدون اعلام لا تتوقعون احنا قعدنا ونسينا فيه شغل كثير قاعد يصير الناس تعتقد ان المسائلة هي الحل المسائلة قد تأتي في مرحلة متقدمة او متأخرة عفوا لكن فيه جهود كثيرة قاعد تبذل اليوم وانا متفائل يعني ان فيها الاعياد باذن الله الجهود اللي بذلت ستثمر وسموه الامير ايضا بعد لقاء الاختي صلى المسلم باذن الله ستكون الامور ايجابية بهذا اذن الله نحتفل باعيادنا وتحتفل الاسر مع ابنائها المحتجزين والمعتقلين فيه الف شكر لك دكتور جماعة الحربش الف شكر لك فلاح الصواغ على الحضور ولو انه فلاح الصواغ يمكن فاجأناه بالدعوة للحلقة في اخر يمكن ساعة ونصف وشاعتين وعنده مشكلة لكن جاهز دائما الشباب دائما جاهز يجزال الله خير حتى جاهز ايام ساحة الارادة يدري انا دقيقة منك لو سمحت انا اتمنى من الشعب الكويتي بان لا يشقلنا بمن هو نائب في مجلس الأمة ولا هو جاي يعمل احنا الآن اغلبية احنا قدمنا يعني حقيقة للتعاون اعطينا محمد الصقر رئاسة الجهة الخارجية وكنا استعاطنا انا ما نعطي اعطينا الأخ مرزوق القانم رئاسة الجهة المالية حتى نتعاون دخلنا بعض الأعضاء ببعض اللجان لأجل التنمية والإصلاح لذلك لا يشقلنا بعض الوزر عشان ما يكون هناك اقصاء للآخر نعم لا يشقلنا بعض النواب احنا ما احنا فاضين للتعزيم واحنا فاضين إلى الزوبعات الغريبة العجيبة ونحمل رئيس مجلس الأمة تطبيق اللائحة الداخلية على كل نائب بداية في نحنا من لم يحترم من اللي اعطينا لغا تبسط داخل قاعد نعم عرفنا من التبسط شكرا لك فلاح الصواغ شكرا لك دكتور جماعة حربش شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين نلتقيكم ان شاء الله بعد غدا في حلقة أخرى من توك شوك تحيات فريق البرنامج وهذا محمد الشيح يحييكم في أمان الله